لا ينفع الندم بعد العدم يا أحبائي ما ينفعش يا أحبائي خلال يا ليتنا نصحه أو لا تهل إلى ثلاث مرة ليتنا نصحه بركز عليها ويصفه قلبنا بالحب الطهر الحقيقي لكلنا وبالتوبة عن الخطيئة كلها ونتحرر منها ليتنا نصحه ويصفه قلبنا قبل ما نمضي من هذا العالم وتبقى ليتنا بس ما فيش لأنه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك كتاب مؤدس أهلك ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك عشان كده أحبائي مهم جدا أن كل إنسان فينا ينتبه ويترقص جدا 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 من أجل خلاص نفسه ويقول كده هاخد إيه منها إيه اللي هاخده منها لو واحد بقى مليونير لا ملياردير لو مات لما يموت هاخد إيه من المليارات اللي سابها براه ولا هاخده لحاجة هاخد أقول لكم كفا صندوق حلو فخم جدا جدا ماشي وبعدين والسندوق ده حيتحلل وبقى شواط راب لكن هو حيب أشواط راب جوا السندوق شواط عظم جوا السندوق أخد إيه مش هياخد غير أعماله بس يا حبائي من كل التعب ده عشان كده سلمي حاكمي ويقول إيه عملته النفس فراديس غرسته نفس جنات وما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما طب اتجوزت يا سلمي حاكمي آه جوزت جميلات العالم جوزت كان واحدة خمسة ستة عشرة لا 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 دون ما يكفوف مال إيه آه اتجوزت سبعمائة واحدة سبعمائة كل ما لها واحدة جميلة ياخدتها واحدة جميلة ياخدتها كان فاكر أن الجمال ده جمال المرأة هيشبه قلبه اللي حيريح قلبه اللي حيمتعه وبعدين ما اكتفاش بالسبعمائة راح واخد تلتمية تاني سراري دمهم ليه لمزاجه يعني بقوا ألف امرأة في حياتك يا سليمان لا ما لقيتش ما لقيت ايه هل وجدت أنه هيا اسمعه الاختبار بقى وجدت أنه باطل الأباطيل باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفع تحت الشمس مال إيه لا فراديس ريحيتك ولا جنات ولا ألف امرأة جميلة من جميلات العالم ولا غنى الفحش اللي كنت عايش فيه كل ده ما لقيتش فيه السعادة ايوا دي حقيقة اللي يزيشرب من هذا الماء اللي يزيشرب من هذا الماء يعتش ايضا أما الذي يشرب من الماء الذي أعطي أو الذي أعطيه أنا لن يعتش الأبد بل يصي فيه ينبع ما ينبع لحياة أبدية هادي الكلام الصح سليمان حكي مال ختام الأمر كله مال إيه يا سليمان هل سأقول لكم الاختبار ده باطل الأباطيل وكل باطل وقبض الريح ويبسك في الهواء وما مال إيه مال إيه بقى مال ختام الأمر كله اتقي الله ختام الأمر كله اتقي الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله الإنسان كله فيه تقوى الله وحفظ وصاياه بيجد السعادة الحائية الكاملة التي لا يشوبها أي قدر أحبائي